السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيكم حبايبي عاملين ايه? يا رب ان شاء الله تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى جاوسة عام. هعمل حموس الشام كده بطريقة سهلة جدا. ولون ميت الحموس كده. اللون هيكون حلوة قوي. ده حموس انا انا اقعي من من بالليل للصبح. بصووا بقي كده الحموس بيكبر ميا عادي ميا من الحلفية عادي.US بعد كده بقى هبدأ اصلق الحموس. وهصلق التماطم والجذر دول. وبعد ما يتصلق التماطم والجذر هحطهم هقدشر من القشرة من الطماطم وهضرب الطماطم والجذر في الخلاط. هين هصلق بقى الطماطم والجزر. وهنا هصلقه الحموس. خلاص اهو الحموس اهو استوى. والطماطم دربت الشرط منها القشر ودربتها هي والجزر مع بعضهم في الخلاط. وبعد كده هبدأ احطهم بقى مع الحموس. عشان يطلع بقى اللون ميت الحموس بقى اللون انتو الجبون برا. هيديكم الغزر مع الطماطم هيديكم لون حلو قوي. وده بقى اربع فصوص طم صغيرين. هحط بقى الطم مع مع الحموس. وهحط التوابل واللمون. كده خلاص الحموس استوى. كده انا وحط بقى الطوابل هحط ملح وكمون. بس هو توابل الحموس ملح وكمون بس. الكمون نصف معلقة. واعصره بقى لامون كتير في في الحموس. انا هعصر لامون في في الحلة. ممكن لو انتو حابين ما تحطوش لامون في الحلة وممكن مع كل قبية تعصروا معاها لامونة. ممكن تعملوا كده. بس هو احسن حاجة يحطوه في الحلة احسن على طول. ده الكمون. وده اللمون انا هعصر اتنين اللمونة. وبس كده كده خلاص الحموس كده خلاص. واول ما ما الحموس يغلي هابدى بعد كده بقى اغرفه. هحطه في القبيهات. هو طريقته سهلة جدا. وما بياخدش وقت خالص. وطبعا حاجة انضف من انتم جبوها طبعا من بره. خلاص بصوا انا بوريكم بقى لون المية. آآ هو ده لون مية الحموس اللي انا عاوزيه. وبقى حطه بقى شطة. حابين بقى تحطوا شطة ممكن تحطوا شطة. انا هستنى بس الحموس يغلي وبقى كده هبدأ حط في القبيهات. خلاص اهو الحموس غيل اهو. حطيته في القبيهات. بصوا لونه جميل ازاي. طعمه حلوة قوي. جربوه بالطريقة دي. وان شاء الله هيعجبكم. يا رب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. يكونوا استفدتم من الفيديو. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.